ونحن نحتفي بالحلقة السبعمية من ملك وكتابة كنت سألت المهندسة عدلي قبل الفاصل أصعب لحظات ال 699 حلقة معاك كانت ايه؟ ما من شك دون دخول في تفاصيل ان الحلقات الاولى التي معبدات كده والظرف السياسي والرياضي اللي كان موجود وصعوبة استئناف المباريات تفاصيل كانت صعبة ايه والظرف السياسي اللي كان بيلقي بظلاله على الرياضة وعلى كل شيء وعدم والشارع المتوتر قبل استخرار مصر الحمد لله بعد كده دي كانت فطرة صعبة علينا طبعا فيها احداث مؤلمة مش هنروح ناحيتها لكن الظرف بقى اللي يبان محدش خد باله منه وهو الأصعب من ناحية المهنية ومن ناحية المسئولية وفلسفة البرنامج انت بتديني بتقول ما تخافش على الاهلي وانا قلتلك ما تخافش على الاهلي إلا من الاهلي احنا تحطينا في هذه التجربة في نهاية المجلس السابق وتحديدا في موقفين موقف عندما تغلغ للنفوذ الإعلامي الزمالكاوي في كل مناحي اتخاذ القرار سواء في الإعلام الأهلاوي أو حتى قريبا من اتخاذ القرار في النادي الآلي وطبعا في الشأن الكروي مين اللي كان مسؤول الرب في الشأن الكروي أدى إلى خلاف ما كان حد يتصوره بين الكابتن علاء عبدالصادق ورئيس النادي الآلي عندما عطرد الكابتن علاء على نفوذ وسام خليل في الكرة فتم الخلافة الذي أدى إلى استبعاد الكابتن علاء عبدالصادق في النهاية في علاقة ما كان يتخلق أحد هذه العلاقة القوى الجادة لأن الكابتن علاء كان لدور كبير جدا في تقديم رئيس النادي الآلي للنادي الآلي ولكن حدث أنا خفت ساعت لما توصل يعني الضحي بأخلص الناس إليك في سبيل واحد مش مفروض يكونوا بدور في النادي الآلي والراجل محترم وجميل وصحة في قديره وكل حاجة لكن ما كانوا مش في النادي الآلي فلما تقول لهم وأنا جيت لمدة 24 ساعة بوعد أن أصحح هذا الاختراق وأتخلص منه وأزع منظومة أهلوية جديدة تكون مستقبل للنادي الآلي ولكن تم بوضوح كده يعني الرجوع عن هذا الاتفاق في يوم فبعد أن أنا أكون مسؤول عن المنظومة الإعلامية في النادي الآلي وهذا يحدث أمامي ولا أتصدى له لحد ما طبعا ثابتها أن القناة كانت مخترقة من أول لجنة البرامج جواه ومن يديرونها وسيطرون على فكر القناة هو برامجها وكنت بقولهم بالإسم ما أعرفش أنت كنت معايا وكان يجادلنا أحد يعني الذين يدفعون عن عن وجود إعلام زي ما الكواه في النادي يقول لك إيه يعني المهم المهنية ولعلك تذكر هذه الحلقة جيدة طبعا طبعا يعني أنا بلا تحفظ وبيلا حسابات وقتها انفجرت تبتقول إيه طبعا الآلي مخترق وتثبت الآيام هذا الكلام واخطرته وما زالنا بنعاني من بعض أثاره وما زال هؤلاء الذين كانوا يدافع عنهم من مسؤولين النادي الآلي ومن هم في دائرة صنع القرار حواليهم ما زالوا شوف بقى لما خرجوا بالنادي ده اللي كنت بقولوا خطرتهم مش بس في وجودهم عندي ده خطرتهم ده دخلوا وشافوا مطبخي وشافوا أسراري ودخلوا على تاريخنا حيحاولوا شوهوز ده لما يخرجوا وهذا ما يحدث الآت يعني الناس شايفة كل ده وبالاسم شويتنا عليهم بالاسم اللحظة التاريخية التانية أستاذ إبراهيم أنت أجتمعاية كشريك بقى وشن كفان على أدينا عندما رأينا الخطر الذي تنطوي عليه لائحة النظام الأساسي اللي كانت مقدمة للجمعية العمومية وكان بنحارب اعتمادها من الجمعية العمومية من هذا المنبر وإحنا مش عارفين مصرنا إيه أو ما فكرناش فيه لكن شفنا إنه فيها فقرات تؤدي إلى بيع النادي الأهلي بعيداً عن الجمعية العمومية ودون ما سيطر للنادي الأهلي عليه أي فتصدينا تصدي كان بند يسهل فيها الأهلي أفخر بيع كرة معك طبعاً أن التاريخ لن يعطيه حقه هذا التصدي إلا بعدين لما نجحنا في إيقاف هذا صحيح والحمد لله يأتي من هم أكثر حرصاً على النادي الأهلي لعملوا الحوار المجتمع الحقيقي اللي بدأناه عشان تطلع الليحة وقد أعاد الحق لجمعية العمومية في سيطرتها على مقدرات النادي الأهلي اللي كنا طرحنا وعلى شرط حط بنود تدحوات النادي الأهلي النسبة الحكمة النسبة الحكمة اللي أصفرت عن ثلاث شركات يسيطر عليها النادي الأهلي وجمعية العمومية آه بنفس المعايير فاكرهم طبعاً ضيف كانت الحقيقة حلقة مهمة جداً لأنه فترة ظهرت للبعض أنه ملك وكتابة ضد السياق العام للنادي إدارياً وحاولنا وقتها نقول يا جماعة المسألة أكبر شوية أكبر من فكرة أنه البرنامج لازم أن يقول النص لا كان ساعتها عبر التليفون لو تتذكروا المهندس محمود طهر رئيس مجلس الإدارة في لايحة نظام أساسي مطروحة للعرض على الجامعة العمومية فالرجل بكل تقدير للبرنامج والشخصنا وإحنا بنقدم له كل التقدير قال مش هلاقي أحسن منكم تديروا حوار مجتمعي لأعضاء وجماهير النادي حوالين اللايحة فأنا حتى تذكر وقتها قلت له مهندس إلى أي حد قالك بدون أي حد المهم مصلحة النادي وده كانت نقطة الانطلاق الأساسية لمالك وكتابة في اللحظة التاريخية للمهندس عدل أشار إليها لأنه فجأة حطينا إيدينا على مادتين وراء بعض مادة بتقول يجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ شركات أو شركة لكرة القدم وطرح أسهمها للبيع في البورصة بشرط الحصول على موافقة الجهة الإدارية عايز تبيع كرة القدم لسين أو صاد أو عين ابعت جواب للوزير قول له ديني موافقة يديك موافقة شيلي عام ما فيهاش أي نسب حكيم للنادي الآلي ده النص اللي كان في هذه المادة كانت تقريبا المادة 12 على ما أذكر أو 14 لا لا 11 10-11 10-11 المادة التالية ليها كشفت خطورتها أنه بنفس النص يجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ شركة لبيع الأدوات والملابس الرياضية بشرط الحصول على موافقة الجمعية الأممية الحصول على موافقة الجهة الإدارية امتلاك النادي لـ 51% من أسهم هذه الشركة قبل طرحها للبيع في البورصة فقلنا الله يعني أنا لما أجي أبيع كورت القدم كلها بكل تأثيرها وشعبيتها وبطولاتها ونجومها وتاريخها ما رجعش للجمعية الأممية وما أخدش موافقتها وما احتفظش للنادي بأي نسبة وفي نفس الوقت لما أعمل شركة عشان أبيع أدوات رياضية أحافظ للنادي على نسبته وأحافظ للجمعية الأممية على حقها وأشترط موافقتها إزاي؟ هو أنهي الأخطر كان ممكن نسكت وكان ممكن نعديها وكان ممكن نسير في الرجب لكن الحقيقة اخترنا وقتها في لحظة الاختيار المسئولية التاريخية المسئولية التاريخية عن أن نحن هنقول كلمة لجمهور الأهلي وأعضاء الأهلي هنتحسب عليها أمام التاريخ فوقتها لو تتذكروا استضفنا أكتر من حد عشان يفسر لنا هذا البند من قبل مجلس الإدارة لأن نحن مؤمنين بالرأي والرأي الأخ إحنا عندنا رأي متحفظ بل مستنكر جدا هذا النص على علاته وفي وجهة نظر أخرى لازم أن تمثل وتبرز يمثلها إدارة النادي استضفنا أكتر من ضيف وقتها سواء عبر الهاتف أو داخل الاستوديو في نقاش حوالين خطورة ما يحاك كانت النتيجة أن الجمهور أو الأعضاء كله تبين خطورة الأمر طلبنا يا جماعة قبل عرض نموذج المشروع على الجمعية العمومية لازم يعدد أو نتناقش لم يعدد لكن وقتها الجهة الإدارية لم تعتمد إنعقاد الجمعية العمومية لأن وقتها عقد في مكانين على يومين بما يخالف الشروط بتاعة وزارة الشباب والرياضة أو اللجنة الأولمبية وقتها وانتهت دورة المجلس ونصبك تمالش كمان وجيء أبل مجلس الجديد علشان ينتبه للي أشارنا إليه وحذرنا منه ويضع هذه الشركات موضوع التنفيذ من خلال نصوص حاكمة للنادي حافظة لحقوق الجمعية العمومية مشترطة الحصول على موافقتها فدي كانت اللحظات التاريخية الحقيقة اللي المهندس عدد أشار إليها بس في حلقات وصاقط هذه اللحظات يعني أنت بتقول إحنا تم ترشيح الأستاذ محمد بدر عشان يعبر عن وجهة نظر النادي الآلي سواء في قضية الاختراق أو في قضية النظام الأساسي أنت بتتذكر الحلقة النارية لأ دي لازم الناس يشوف كان موجود في الاستوديو العميد محمد بدر وعضو النادي الآلي وكان أحد العناصر المدافع عن وجهة نظر مديد طلبت من لنا استضيفوا فلاش استضيفوا فلاش عشان يدافع ما تقولوش وجهة نظركم بس الوجهة نظر تاني آه ماشي على الرحب والساعة وجاء الضيف وصرخ المهندس عدلي صرختها التاريخية نفكركم بيها اللي بعملوا معاك حتكتشف أن أنا بدافع عن ندي أكتر واحد في مصر أنا مش في لا حلقة النهار محتاجة مراجعة أنا مصر على كل كلمة قلتها فيها معادة شيطانة سيتي والاختراق واه والاختراق ينفع النادي��를 أهلي بقى مختاريف؟ النادي الأهلي مختارك 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 النادي الأهلي مختارك مختارك ممكن ارد عليه مختارك في أجهزة والعاملة ومختارك في إعلامها خلاص لا تفصلنيش عايز اقول لكم امتداد للحلقة دي تيوم لانتخابات في مشهد الحقيقة اعضاء النادي اللي شافوا المهندس عدلي يذكرونه جيدا لانه كان بيستقبل الاعضاء في ممرات النادي بلهفة وبشكوى وبهلع الحقوق قبل ما يتباع الحقوق قبل ما يتباع كانت كلمات مؤسرة جدا الحقيقة اشعرت الناس كلها وهي بتستقبلها منه كان كتير يجي قابلني شفت المهندس عدلي خايف قديه شفت المهندس عدلي مفزوع قديه كنت للدرجة دي خايف وقتها الحلقة دي كلمني لأستاذ محمد بدر اه هي دي انا اول اول صرخة هادئة مكتومة كانت ليا مع برنامج لأستاذ محمد الدسوق الرجدي وهو بيقدم كان برنامج في احد القنوات الشقيقة ورجل شاب موهوب قوي صحيح وخد عنوان ماذا لو كان صالح سليم موجود وابتدأت كل القضايا تنطلق هو لو كان الله رحمه الكابتن صالح سليم موجود كان عمل ايه في القضايا دي فانا طلع مني لفظ كده وكنت عني الحقيقة من الشيطان الذي اوحى اليك بهذه الفكرة اه كان رسالتي للمهندس محمود طاهر كان سؤال الازمة ده اللي هو بيسال عنه ما هو انا اصل محمد بدر هو رجل صديق قديم جدا وبلديات وتربطنا به هقولك بس خليني بس فايه هي بقى الفكرة انك تعمل في نظامك الاساسي الجامعية العمومية في اكتر من مقر هو في اكتر من مقر دي دعوة لتمزيق وحدة النادي الاهلي لان انت انت بتعرض في اخر جامعية الميزانية بتعتمد كل ما سبق وبعدين بتدعو للانتخابات والجامعية العمومية التي ستشرف الانتخاب بند من البنوت بند من البنوت في اجتماع بيتم فيه مناقشة الميزانية والحساب الختام وتارين المشاط الرياضي ومحاسبة مجلس الادارة لما تعمل فاكتر من مقر منها حاسب مين فيه لا في المجلس الادارتك اللي انت بتحاسبه اللي قاعد بيتحاسب على فطرته هيكون فيه فاني مقر فقالك هنعمل على يومين شفت بقى الجامعية الميزانية تعمل على يومين فيه مقرات وبعد شوية فيه ثلاث مقرات على ثلاث ايام واتحط الكلام ده في النظام الاساسي فانا لما قلت الجملة دي فجأت بالصديق القديم ما عرفش بعديه هو بقى الموضوع ايه بالنسبة له لكن انا ما عنديش حسابات حساباتي النادي الاهلي فكلمني قال لا انا عايز اطلع وده توجه من المجلس انت قلت في برنامج خارجي وانا عايز ارد في قناة النادي الاهلي فانا بطلب انك تصدفني وقلت لك ماشي وقلت سألتك وقلت لي يجي قلت له او يا محمد احنا احنا اصحاب ما كناش في خندق واحد عمرنا انتخابيا طبعا بديكلم له مساحة النادي لأ يعني لكن في ضلنا اصحاب لدرجة انه ما كان يترشع في البلد كنت بروح ادعمه هو بلدياتي ومن عيل عريقة هناك فلم تفسد للود قضية خلافاتنا وموقفنا وخندقنا الانتخابية لكن لما جاء محملا اول ما قاعد انا ازعلن منك ليه محمد بيه قال لي انت بتقول من الشيطان لازي اوحي لك قلت له وعد تكوني انت قال لي انا انا اللي قلت له اعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا ودي فكرتي قلت له انا ما عرفش انه فكرتك لكن ليه كده بدأنا نتناقش الاول بدعبات الى ان سأل السؤال ده قال هو انت عايز تناقشني النادي الاهلي اما يبقى المسؤول عن دولاب والاعلامي كل من يكرهونا دول مش مسألة انه بيحبوا نادي تاني دول مش بيحبوك والنهاردة لما تشوف اللغة اللي يقول لك المنطقة الدافية واللي يقول لك مش عارف ايه واللي يقول لك يعني كلام يعني الحمد للأيام بتوضح سريعا اثبات الدهاج بتوضح الكلام ده فدي حلقة انا الحقيقة في دماغي ما كانش فيه اي حسابات يعني كان عندي استعداد اخد بعضي اقعد في البيت بعدها بس كان لازم انبه الجماهير واعضاء النادي ان لأ تذكر الموضوع مش هزهار فيه منطقة الخطورة فهو لمس كل القضايا في سؤاله ده انت بتقول كذا انت بتقول اه بقول كذا وبقول كذا وبقول كذا والحمد لله زي ما انت قلت ووضحت ان تم تصويب كل هذه الامور من خلال مجلس ادارة رابعة في حديقة النادي الاهلي مبادئ النادي الاهلي ودي الحقيقة كمان المسؤولية الكبيرة للجمعية العمومية للنادي الاهلي اللي ما فيه مناسبة الاهلي احتاجها الا ولقاها عند درجة الوعي عند درجة المسؤولية عند درجة الامانة مع النادي ودي نقطة مهمة جدا مهما تعددت المقرات ملك وكتابة لما بدأ كان الاهلي مقر الجزيرة ومقر مدينة نصر وكنا وقتها بندفع عن ان النادي محتاج الدعم الكافي علشان يقدر والحركة كانت الرياضية كلها مجمدة انا ذاك ازاي يقدر يبدأ العمل في او ينهي العمل في الفرع الثالث في الشيخ زايد كان مجلس الكابتن حسن حمد لغاية لما سلم الراية مرفوعة في نهاية عمل مجلس ادارته كان الاهل وقتها الاكثر تتويجا بتسعتاشر بطولة دولية وقرية كان الاول عالميا الاهلي ثم مرحلة المهندس محمود طاهر ثم مرحلة مجلس ادارة الكابتن محمود الخطيب الاهلي لما بدأ ملك وكتابة كان المقرين في خلال هذه الفترة بنية وفتتحة وستكملت منشآت الشيخ زايد ولا زالت ثم كانت تحدي الكبير مجلس الادارة السابق برئاسة مهندس محمود طاهر اشترى ارض للنادي الاهلي في التجمع الخامس جي مجلس ادارة النادي الاهلي الحالي برئاسة كابتن محمود الخطيب شاف ان الارض موجودة في منطقة محفورة هتكلف النادي كتير جدا لو بدأ العمل فيها فكان العمل او التواصل مع وزارة الاسكان اللي مشكورة وفقت على تبديل قطعة الارض بقطعة اخرى سليمة انجز فيها النادي الاهلي من يومين كنت في المنطقة اناك فاير شفتلك صور هناك قلت ماشاء الله هو ده الدور المجتمع بجد الصور يبدأ ياخد ألوانه الصور خات شخصية الاهلي في فترة قريبة جدا هتلاقوا فيه مفاجأة ان الاهلي بيفتتح هذا الفرع الجديد هو ده الدور الانعي اتوقف هنا اللي النادي الاهلي بيعمله عشان احنا دورنا نقول كلمة حق اه تواصل الاجيال زي ما انتقدنا ان الفكر بتاع ان انت تستند الى ثوابة الاهلي وانت بتاخد خراراتك وعندما تخرج عن هذا الخط ننبه مش موفر شخص طبعا كل الناس اللي تكلمنا عليه اصدقاء شخصيين ليه بيهم كل الاحترابات رئيس النادي صادق محمد بدر صحابك كان اه ما عرفش الوقت انما زي ما انت اشدت بالفضل لما المهاش محمود طارق خد النادي الاهلي في الجزيرة بعد ما اتعامل تصريحه والبنى الاساسية اظهروا على وش الارض وفتحوا واستخبر للأعضاء الشيخ زايد تواصل للاجيال اي حط بزرة هو نفسه بقى انه نروح التجمع وخد ارض اتعدلت الارض لكن الفكرة كانت موجودة والبزرة تحطت وخدها المجلس الحالي رواها ونضجت الشجرة وثمرها قريبا ما ستظهر يعني تواصل اجيال يا سيد زايد وسر الاهل ده مش احنا اللي بنقوله ده تقريبا ممكن يكون بيقوله بجرامي كلام مهم وتخين اوي وتقيل اوي بعد الفاصل اشتركوا في القناة